الوجهة ألمانيا والقصد ليبيا بالتزامن مع توجه وفود الدول المعنية بالأزمة الليبية إلى ألمانيا للمشاركة في مؤتمر برلين 2 بدأت تحركات وجهود دبلوماسية واسعة على المستويين الأقليمي والدولي جهود هدفها تحقيق انفراجة حقيقية في الأزمة والبناء على مخرجات مؤتمر برلين 1 السفارة الأمريكية في ليبيا دعت المشاركين في المؤتمر إلى التعهد بالتزامات ثابتة تمهد الطريقة أمام السيادة الليبية وإجراء الانتخابات العامة في ديسمبر المقبل وأكدت السفارة أن أي تقدم في مساعي حل الأزمة الليبية يتطلب تعزيز الوحدة الوطنية وخروج القوات الأجنبية من البلاد أما وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش فكشفت عن مبادرة وطنية تسمى مبادرة استقرار ليبيا ستقدمها خلال المؤتمر المنقوش قالت أن المبادرة ستركز على خلق الآليات اللازمة لحل المشاكل الاقتصادية والأمنية في البلاد وتهدف لتوحيد الجيش الليبي تحت قيادة واحدة ستركز مبادرة استقرار ليبيا ومبادرة الشعب الليبي على خلق آليات تنفيذية لحل المشكلة الأمني والاقتصادي تهدف إلى توحيد الجيش الليبي تحت قيادة واحدة تفعيل اتفاق وقف اطلاق النار وتنفيذ شروطه بما في ذلك وضع برنامج زمني واضح لانسحاب كافة القوات الأجنبية والمرتزقة مصر من جانبها أكدت ضرورة حماية سيادة ليبيا واستقلالها وشددت في بيان للخارجية على أهمية إجراء الانتخابات الليبية في موعدها المقرر في ديسمبر المقبل كما أكدت ضرورة انسحاب جميع القوات الأجنبية والمرتزقة ونزع سلاح الجماعات المسلحة